كل دا يا فعتين كل يوم كده تخرجي وتصهري وقعد استناكي جرت خلص بقى كل دا لسه مطلعتش بعدين فقى في الحفلات بتاعتها الصغيفة والتصوك والحاجات دي. اخيرا جات. يلا يا فاتل ليه تأخرت كده? هو كل يوم كده تعمليه? تأخريني. يا اما تصهري. يا اما تعملي حفلات. يا اما تتصوكي. بقولك يا خالد خلاص انت كل يوم تعملي بقى نفس الحوار. يلا بسرعة عشان اروح البيت عشان عندي بس شوية حاجات. يلا بسرعة تأخرنا. خليني بقى نحط الاكل اللي احنا جبناه من المطعم. مفيش يا فاتل مرة. تعملينا انت كده الاكل. اكيد طبعا في المشمش. شكل بطني تعباني قوي. حسنا تعباني خالص. ممكن يا فاتل تكوني حامل. اخيرا هاجينا نونو. ما تفولش علي انا محبش الاطفال. مزهجين. عنديش وقت اليوم اصلا. ليه تقولي كده? اه انا متأكد انك حامل. كل العروض اللي عني انت قولك حامل. انت بقى واشوف النونو. انا فرحان قوي. انت انت تعادل لما تجيب بيبي. بصي بص يا فاتل حلوة ازاي? انا هسميها لينا. اسمها جميل اوي. شوفت متاخدش ليها. انا عاد اروح البيت بقى انا متضايقة. متضايقة ايه مفروض تكوني فرحانة. شوفي الامر. يا حبيبك بابا. بما مطيباكي. تعال يا عمرانا شيلك. انا وعدت اصحابي ان اخرج. بردت بشعري وعملت الميكاب وماشية. كيف تخرج واسب بنتك صغيرة كده? انا مش منصدق. فردت تكوني بقى تتحمل المسئولية. اي مسئولية? انا مش فاضية اصلا. كيفية ان حملتي بيها? باي. وحدت برضو لما جابتك. مفيش فايدة. ولا تغيرت. تعالي يا حبيبتي. اجاب لك بقى الرضاعي يا جميلة. ويبقى الرضاعي. يا عمر انت. انت بقى تكبري وتتكلمي معايا. تعالي بقى عشان ايامك. نامي حبيب بابا. نامي يا عمر عشان عندي شغل كتير على الكمبيوتر لازم اخلصه. نامي نامي نامي. اخير نامت. خليني بقى حطيها على السرير. تصبح لخير يا حبيبتي. خد الايلولة بتاعتك لما نشوف مامتك هترجع امتى? بجد يا سالي. او طبعا هاجي هاجي ما تخافيش. يا فاتن شيل البنت. اكيد هيا خبر الحفلة طبعا. بتتكلمي في التليفون وانا كأنك سهلة. وشابة بنتك بتعيب. مش شايفين عندهم كلمة سوائي. خلص مش يا سالي زي ما قلتلك. اوكي اوكي. تمام. ايه البرود اللي بفي انت في ده? بنت جعانة اموك كليها وقعدتكلمي? عش مسعدة. انت معندي كيش حساس? خدها بعيد عني مزعجة جدا. قلتلك عندهم كلمة. انت مركشة للمكالمات وبس. مش كد انت مش قم. او دي مكانك. انا مش فاضي المحاضرات بتاعتك دي. تعالي يا حبيبة بابا خلاص ما تعيطيش. تعالي اعملك الاكل. خليك براحتك. للا يا حبيبتي يلا. هعملك اكل جميل او هياجبك. يلا. انا مش عارف اجاب لك ايه? بس انا ما عرفش غير الحليب. بصي. خد رضحتيك يا لينا حبيبتي. انا ما اعرفش انك ممكن تاكلي يعني. انا هكيد انت متعرفش تاكلي. يلا حبيبتي اردع بقى رضعتك شاطرة حبيبتي ما بابا. مامة مين? مش سألة فيك اصلا. يلا بقى اضحك ايه? شاطرة حبيبتي. تعالي ما بتبقى شوي برا? اه تجي عانو سيبكي حتى بدر اتضع. انت مش اكلتك ولا غيرتلك. بابا معاك يا حبيبتي ما تخفيش. انا لازم اتصرف. المشكلة بيكون عند شغل. واكيد بتسيبك تعيطي طول النهار في البيت وانا مش موجود. عشان كده قررت ان اجيب لك شغالة توكلك وتحتمي فيك. ما نشوف حل مع امامتك دي. امتى تتعدل ما عرفش شي. يلا اخدت التليفون. لو? اه لو سمحتم احنا عاوزين شغالة ضررية بس تكون تحتني بالاطفال اهم حاجة تعرف الاطفال. النهار ده هتبعتها كويس جدا. خلاص انا قررت اجيب شغالة لينا. تحتمي بها بدان انت في شغالة حشان ما يكون برا البيت. بس بقاش تعاعد بالطريقة دي. جد? خلاص خلاص ما تزعجنيش. احسن حاجة عملتها ما كنت اعمل كده من زمان وريحني. اوه خليني ادرسل السهيلي عشان نشوف الحفلة. هي دي بنتي اهم حاجة تعتني بيها. يعني عندي حاجة اهم حاجة في البيت الولينا مش التنظيف والحاجات دي. طبعا طبعا يا فدم. اتمن خالص. انا تعالي بقى معي عشان عملك اكل جميل خضرات. واجيب لك حاجات اكحكمينة. يلا هنروح المطبخ اعمل لها اكل يا فندم. هي كبيرة مفرد ما ترضعش دلوقتي. تلات سنين خلاص تسيب الرضاع عبيبتي حبيبتي كبير كتا. ايه راج في السندوتش الخضار. اه ده بتاكل وشوف بتاكل يا فندم. كمان جهزت العشا. يا عمري. تجعانا قوي. بكاتة انا مش مصدق ازاي سبوك الوقت ده كل ما تكليش بتردعها تلات سنين. انا كتير قوي. بفضل يا فندم العشا جاهز. بكاتة انا مش مصدق اول مرة شوفي لنا تاكل. وخضرات كمان. بكاتة شكرا لك ان عملتنا العشا اللذيز ده وخلتي بنتي تاكل. طبعا يا فندم هي الكبرى تردع بس اتاخدها دلعة بس بس بسيط بس مفروض تاكل. يلا انا هعمل بس شوى شغل في المطبخ. يلا حبيب تكل عشان نايمك. اسكوتي تعالي خد الزفتة دي من هنا. ازعجتني خالص. يا عمري تعالي حبيبتي معلش كان عندي شغل في المطبخ وزيباكي. بس ايه عوزاكي يا فاندبت. قلت له خديها من هنا انا مش عاود شوف وشاعة مزايدة بيتا. وعندي شغل كثير. خديها هناك. يلا حبيبتي خلاص ما تعيطيش. انا هغير لك وهنيمت دلوقتي. هي ليه اللي بتعيط? معلش يا فاندب. كانت عاوزة مامتها تشيلها بس مامتها مشغولة. فانا هاخدها دلوقتي هعدها حمام وخلات نام شوية ايلولا يا عشان مامتها مش فضيلة. خلاص يا حبيبتي ماما تعالي تعالي. يلا ناخد شاور شاور حلوي امر شاور شاور وانا اخد قيلول لوHEND قت نام وصراح لك شعرك الجميلة دي بكم لك هكقات كده. اول حال انا اخضي الشاور بتاعنا. ماشي? شوفت اصراح لك ازاي? ههه هه هه ههه هاه. اci عاجبنا دحكتك الجميلة. ويلا بعدش انتأخض القيلولة بتاعتك. اه انا اول مرة انتي اول واحدة صراحي شعارها صراحة بيكانت دي كمبسوطة معك اويل. انا بشكورك انك بتعمليها بالطريقة دي. بجد يا فندا بنحبتها من كل قلبي. بجد دلينا ديء عسل. الواحد يحب يشيلها ويلعب معاها. تقدمتي اللي لطيفة جدا. انا بشكرك جدا. آآ بصراحة مع السلامة. يالي حبيبت عشان نلعب بعد ما تصحيه. وصحينا من الايلولة بتاعتنا. يالي بقى اهبر نجري نجري يلا. وننحب هنا في الهواء الجميل ده. وغيرت الليل خلاص. ده حكيتك الجميلة تجنل بجد. انتي عسل يا ليلة بجد. اللي حبيب معاي تي تحس بيحسسني بسعادة. انا نجري هنا كمان. هو كان نبسل وزلك الماية. بس بعدين اعلمك السباحة. واعلمك كل حاجة. يا عمر انتي. من جدا ده حكيتك تجنل. انا تحكي كمان. الله ده حكيتها عسل. عسل بجد البنتي دي جميلة. يلا 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 نجري كمان. انا اول مرة سمع بحكت لينا بالشكل ده. بجد بتحبه بسينا قوي. عشان اكررت بقى القرار بتاعي. قلت لك مسغولة وعند شغل كتير. وخلاص بقى انا مليت. وعشان كده قررت اقولك انتي طالق. وامشي بقى من هنا. وخليك في شغلك وخرجاتك. وامشي مش هتشوف وشك في البيت مرة تانية. يلا. مع السلامة. وروحي بقى لاصحابك وحفلاتك. هو احسن القرار كان لازم اخذو. انتي تبنينا حبيتك بجد. يا ريتك تكوني موافقة تكوني ام ليها. ونتجوز. ايه رأيك موافقة? اتمنى عشان خطر لنا. وتعيشي معنا بفق القصر هنا على طول. يكون متطمن عليها وانا مش موجود. بجد عارفة انا بتحبك. طبعا موافقة انا كنت خايفة تمشوني وتحرموني منها. انا حبيتها جدا. زي بنتي واكتر. ايه راك يا لينا? مبسوطة جدا. يا جوا برضي قوي نهاردة. وتلجي كمان. ده مش كيلة قوي كده. مالك يا حبيبتي. بردانة قوي يا مامو. بردانة جدا. اوها كمان يا ماما قاعدين شغل الدفاية. جدت بردانين. يعني انت مش حاسس بالبرد ده ولا زمع التلج برا. شغلهم الدفاية حرام عليك. يلا قوم. وبعدين معيك. حتى التلفزيون مش مشغلوا. قاعد قدامه تعمل ايه? بكتة انت مزعجان بتوعيالك. انت عارفة عادي احنا في جوا بيت مش في الشارع. بدل عندنا بيت يحمينا مش محتاجين نشغل دفاية وننصرف كهرباء وحاجات زي كده. بكتة انا مش متدق. تعالوا يا حبيبي. يلا نطلع قدتنا والنم كلنا في سرير واحد. تعالوا كلكم نموا جانب وادف فيكم. انا مش عارفة بابا ده. هنعمل في ايه? كل حاجة يقفلها علينا. اسكوتي خالص. انا مش بحب التبزير. يلا مشوا من قدامي. جوا كويس. حتى لبساني يا ماما. خفيف. عارفة يا حبيبي. تعالوا بس النم فوق. كلنا عا سرير واحد عشان ندفاكم بعدين. دفيت يا حبيبي. بردانين يا ماما شوية. دبس بتاعنا خفيف قوي. وكمان تسيبين النور. النور كمان آآ طف النور. كهرباء. انتو بتحسوش بخواطر الكهرباء? بجده هي جننة. ما عرفش بيحمل ايه بالفلوس دي كلها? مش عارفين يا ماما. يلا يا حبيبي ينامو. ان شاء الله بكرة الجو يكون كويس. والتالج داي روح. الحمدلله الشمس طلعت. والتالج كمان بتدى يمشي. والجو بتدى يدفن. يلا عشان نزل بقى فطرهم. صحيتو يا حبيبي? تعانين يا ماما نفسينا في سندوتشات. معلش يا حبيبي ما عنديش جبنة و اي حاجة بس عندي خبز. طب يلا عطينا يا ماما عشان احنا جعانين قوي. وانا كمان عز خبز الواحد يا ماما ما ديكسمهاش زي كل مرة. بابا دايما يقوله استموها. ما تخافش يا حبيبي كل واحد زياخد واحد. حتى الخبز جمان بيحسبوا عليكم بالواحدة. انا ياخد واحد سليم. حرام عليك ده بدون جبنة ولا اي حاجة اصلا. انا مش عارفة حرام عليك حتى الاكل كمان. مش عارفين يأكله كويس. ده بقتش عيشك. يا انت ببطي فلوسك دي فين اصلا. اسكوتي خالص. بتسأليش على فلوسي. بعدين انا مش عارفة اعمل فيكم ايه. بتسمعوش الكلام. عنوان ارايح مشوارد دلوقتي. ما تجوش عند حاجة. ياكو تفتح التلفزيون. ولا تفتحه المية. ولا النور. ولا الدفاية. بقولكو يا حبيبي بفرصة. باباكم مشوا. مشي. وكت بقى هتقى. يلا خدوا شاورد انت روحتكم طلعت من الزمن ما بخلناش ناخد شاور اصلا. يلا يا حبيبي طلعت. انا الاول. كانت يا ماما انا اخد شاور اخيرا. قاعدين في بيت والناس فكرانا اعايشين ايه. كل حاجة حرمنا منها. خلين كمان اشغل الدفاية ده في البيت شوية. حرام. حتى في حس البرد ما بنشغلش الدفاية. ولا التلفزيون محطوط في البيت بس للزينة. ولا بنشغله. نشغله كده عشان العين يجي يسمعو. وينبسط شوية قبل ما يجي. الله الواحد كده يحس انه في بيت. يا سلام علمية يا سلام. الله حروا يا سلام. اوه جميلة. اتلعي بسرعة يا ناهد يلا قبل ما بابا يجي. وما تروشني كمان. اتلعي. طيب. تفضل عاوز اعمل ايداع بمية وخمسين الف. مالك. انا مش مصدق. يعني لبسك كده غريب وبتحط فلوس كتير في حسابك. مش عارف ليه يعني. اخد الفلوس حطها. وبعد ما تدخلش في لبسي. هو لبسي كده عجبني. ستايل جديد وعجبني. انت مالك يعني حط الفلوس وخلاص في الحساب. انت روشت كويس يا حبيبتي. خيرا يا ماما بس كده نفسي باللبس كده بقى بعد الترويشة كده. طب اخوكي لسه داخل? اه. ادخلت ليه كده يا حبيبتي? حشان كل حسن بباك يجي دلوقتي. يا نهار ابيض. تلفزيون مبتوح. يعني انت بتسمعوش كلام. ودفها شغالة. ايه ده? انا مش مصدق التبذير ده. طفي طفيه بسرعة. كمان التلفزيون. استنت كمان سامح صوت من فوق مية. انا مش مصدق انك تعملي كده. متسمعيش كلام. حرام عليك ده الحاجات دي من حقوقنا الطبيعية. حاجات بسيطة جدا. انا ما عرفش ليه كده. ده ما بقسش عيش خالص. انا محبش التبذير. امل اكلفل الماية بسرعة. اطلع برا الحمام دلوقتي. اطلع. يلا بسرعة. خليه كمل حمامه. حرام عنيك. اه يا بابا عناية فازابون يا بابا. يا بابا خرام عليك. انا مش عارف اعملي بس. ولا الصرف ازاي. ماما عناية فازابون يا ماما غزلتش. مالحقتش. معلش يا حبيبي يا علي. تعال يا حبيبي تعال. تعال روح هناك امسح لك عينك بقى اي حاجة. خلص. ده جدت الحياة بقى ثلاث وطاق. بت حاجة صعبة. انا لازم اتصرف. بقول لك يا ولاد احنا هنمشي من البيت. هراح فين يا ماما? هنقجر بيت ونعيش في وانا هشتغل. ده الحياة هنا بقتش بقتش عيشة اصلا. يلا يا حبيبي. يلا وهشتري لكم كل حاجة. يلا بسرعة قبل ما يشوفنوا. هيا هنمشي اخيرا. يلا يا حبيبي. اوعيدكم انها غير حياتكم. يلا كلوا بيزة استرلتكم بيزة كمان. انا مش رسدق يا ماما. هو بيتنا بس هشتغل بقى وادخلكم مدرسة واشتري لكم لبس وكل حاجة. يلا حبيبي اكلوا وروحوا نمي عشان بكرا رايح الشغل بدري. ماشي لقيت لقيت شغلي في محل في مطعم كويس ورتب كويس كمان. هي يا ماما. يلا حبيبتي اناهد نامي كل بيزة ونافان علي. برا يا ماما برا هجيد الوقت. طب يا حبيبتي يلا نمي بقى عشان بكرا هروح وانتو نامين ماشي متطلعوش برا البيت خالد. فهمتوا يا حبيبي? ماشي يا ماما. يلا يا حبيبي نموا بقى. انا جيت يا ماما نمي يا حبيبي عشان بكرا رايح الشغل بدري. ماشي? اتفضل يا فهد مادة استندوتشيات لحضراتك طلبتها ان شاء الله تعجبك. الحمدلله شغلي في المطعم كويس قوي. وقبضت اول قبضي النهاردة. لازم بقى اروح اشتري لبسي لأولادي. اول حاجة. وبعد كده حواش لهم مصري في المدرسة. مش عاوز احرمهم من اي حاجة خالص. لحب اشترت لهم لبس كويس. يلا بقى عشان اروح البيت اكد هيفراحوا بيه جدا. بكاد اللبس جميل. براحاتهم خلهم يمشوا. على قد وفرت الخبز والمية. كل شوية خلو نطلع وروح بقى يستخدموا المية. كده بقى اوفر في كل حاجة في حياتي. واوفر فلوس كتير براحتي. خلهم يروحوا براحاتهم. اه اه في ايه بطني بطني. اه ايه اللي حصل? حاجة بطني. في مغس كبير كتير او كده. ايه ده كل موزة دي ولا ايه? مش عارف مش عارف. اخي بطني. لا 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 مش قادر افق خالص. الحقوني. الحقوني يا ناس الحقوني. اه بطني. بطني. هي يا ماما اللبس حلو وكمان بقى اشوفوا السندوشات اللي انا ببيحة في المطعم وقالوا اللي بقى ارياكم فيها. حلوة يا ماما وكمان البتة جميلة. خلينا شوف التلفزيون الصغير ده بس مبسطين بيه. وكمان عشتنا حلوة. وان شاء الله بقى احوش لهم فلوس عشان يروحوا بقى المدرسة. عندي ايه يا دكتور? بصراحة انا مش عارف اقولك ايه? قولي بس يا دكتور عندي ايه اركوك? بص اه بصراحة انت عندك مرض خطير بيقول انك هتموت بعد ايام يعني بعد شهر شهرين. ومش عارف ايه? مرض خطير. يعني بعد احوش الفلوس دي كلها اسيبها واموت. وش فايدة الحياة دلوقتي? وش فايدتها? وش فايدة الفلوس هتمفعني في ايه? كدت انا مش مصدق انها موت بعد شهر. افتح الباب يا عالي شوف ميه. حاضر يا ماما. بابا يا ماما تعالوا شوفي. بابا? صار ارجوك تسمحيني. عن كل اللي حصل. انا مش مصدقة ان حياتنا اتغيرت مية وتمانين درجة. باك انا عند الفلوس دي كلها. وحرمني انواع عيلي. عيلي بقوا مبسوطين جدا. وعندنا بيت كبير. وحمام زباحة. والعيلي بروحوا مدارس كويسة. بس مش مصدقة. كنت اتغير جدا. بس خايفة ان مش عارفة. قلقانا شوية. بس يعني حياتنا بورتو تغيرت وبقت حلوة قوي. وجد ما طلعش عندو مرض خطير. بس مرجحش بخيل تاني. واحنا بقينا مبسوطين. اشتركوا في القناة.